بل الصفا والساحات الخارجية بالإضافة إلى غسل مجمعات شرب المياه والوضوء بالمواد المطهرة خمس مرات يومياً أما دورات المياه والتي يصل عددها إلى أربعة عشرة ألف دورة مياه فيتم غسلها أربع مرات يومياً ورغم الزحام الشديد على مدار الساعة في موسمي رمضان والحج فإن أعمال النظافة لا تتوقف وتؤدى بشكل لا يؤثر في حركة المعتمرين والحجاج ويتم غسل المطاف كاملاً بطريقة احترافية في أقل من ثلاثين دقيقة كما يتم غسل الرخام والأرضيات والمداخل المؤدية إلى المسجد الحرام والجسور والمنارات والسلالم والأبواب والواجهات والأعمدة إضافة إلى تنظيف مجار التصريف ورش المطهرات والمبيدات الحشرية تبلغ مساحة المسطحات التي يتم غسلها في كل مرة ما يقارب سبعمائة ألف متر مربع وستتضاعف مساحة المسطحات بعد التوسعة الجديدة لتصل إلى مليون وثمانمائة ألف متر مربع غسيل الكعبة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في العام ويتم غسلها بماء ممزوج بعطر الورد والعود الفاخر المخلوط بماء زمزم المبارك ويضع في أوان نحاسية صنعت خصيصاً لهذا الغرض يكتسي المسجد الحرام وساحاته بما يقارب ثلاثين ألف سجادة من السجاد الأخضر الفاخر الذي يعقم وينظف ثلاث مرات يومياً وتم تخصيص مغسلة حديثة لغسيل سجاد الحرم وبتقنيات عالية يمر السجاد في عملية تنظيفه وتعقيمه بخمس مراحل تبدأ بنفض الغبار وإزالة الأتربة ثم الغسيل وتليها مرحلة التجفيف ثم التعرض لأشعة الشمس وأخيراً الحبك وإعادة الحياة